موسيقى إلى مملكة البحرين وفن الأوريغامي الياباني الأصل والذي يعني فن طي الورق ومن تقوم بطي الورق ليست يابانية بل فتاة بحرينية اكتشفت ثابرت تعلمت وأبدعت ضيفة فقرة فيتشر لهذا الأسبوع هي المبدعة إيمان أحمد رح نتعرف عليها أكثر وعلى فن الأوريغامي في تقريب الزميل أحمد الشمسي موسيقى ما إن بدأت عدسة الكاميرا بالتصوير أمسكت إيمان أحمد ورغة نغدية مسلطة عيناها عليها ونظراتها توحي بوجوب عمل شيء بها فبدأت بطيها يمينا ومن ثم يسارا لتعطي بعد ذلك شكلا معينا من خلال هندستها إلى شكل غميص الفتاة التي تبلغ تسعة عشر عاما تمتلك موهبة فن الأوريغامي وهو فن طي الأوراغ وإنتاج الأعمال الفنية مجرد أوراغ بسيطة للحصول على أشكال مختلفة الهدف من هذا الفن بالإضافة إلى كونه يبرز أشكالا مميزة وجميلة فهو فن تعلم الدقة في العمل والصبر والإصرار وتطبيق مبدأ التجربة من خلال الصواب والخطأ حتى ينجح الفرد ويصل لما يريده من نتيجة بعد العمل الشاخ والدؤوب الأوريغامي كذلك يعلم أيضا أن العمل الشاخ والمثابرة هم شرطان النجاح وهو أمر سوف يحملونه معهم خلال باقي مسيرتهم الحياتية هي يعني تسوي شغلات تعلون مثل التشفى صويمة النفانيف في الفلوس وهذي شيء بهرني نزيل فقلت ليش لم تسوي لنا حق اليهوال حق العيودي ما شاء الله هو هيد شيء شغل حلو وعجيل فإقامت شوي شوي حق العيودي تسوي فكنا لما يلعيد يعني كلها نيطان بخمس ربيوات مشبوكة بعباء كيصرون يعني شكلهم حلو وليهوال ستونس شكل نايمة شكل فوني لحق الاصباي شكل نفنوف صغير حق اليهوال بنات للأوريغامي فوائد نفسية مختلفة فهي تحد من مشاعر القلق والتوتر والضغط النفسي من خلال تفريغ الطاغة الإبداعية المكبوتة وتنمية القدرات العقلية كان عندي فعالية في الشغل وقلت حق إيمان يعني سواء أني كنت بالشغل بسرعة ما شاء الله إليها يعني خلال ثلاثة يوم أو أقل سوات لي التوزيعات سوات لي التشكيلات وودتها الشغل وسوات الفعالية كانت حلوة يعني بالتشكيلات مالاتها قدمت إيمان الكثير من الورشات للفتيات ولا يزال طموحها يكبر يوما بعد يوم إيمان اسم على مسمى فهي مؤمنة بالتحدي وهي أيضا مؤمنة بالإبداع كانت هذه جولتنا مع المبدعة إيمان وعودة إلى الاستيديو مشاهدنا معنا المبدعة إيمان أحمد يعافيك العافية إيمان الله يعافيك إيمان أخر شيء خبرنا وعرف المشاهدين عن فن الأرقام كم يشعرون؟ فن الأرقام هو فن يابوني قديم هدف من أن يحاول الأوراق العادية إلى ورق الشيكين التواثي أبعد يعني يكون مثل عندنا هو الوردة هي مجموعة من الأوراق أو سويت منها وردة حلو أو سويت منها باقة ورق أو سويت منها باقة ورق إنزيل إيمان شلوني اكتشفت أن تشتميلين لحق هذا النوع من الفن اكتشفت والله يوم ما أنا طبيعتي أحب الأشغال الأدوية بس هالمرة يعني اكتشفت هالفن عن طريقة الصدفة وتعمقت فيه حلو طيب يعني أنا طبعاً ورحي مشاهدين أنا في يدي ورقة ومن هذه الورقة إيمان راح تسوي لنا ديزاين إن شاء الله يعني على ما تسوي لنا ديزاين خبريني أنت يعني قدمت ورش لطلبة المدار الصح طيب شون شفت الإقبال على هذه النوع من الفن فيه نص ما شاء الله عليهم أبدعوا ما شاء الله فيه نص يعني يوم كذا درس في المدرسة كان عندنا في ورشة حصة البدع كنت أنا والمعلمة مع مناردس مع أساهل كانت تشتغل معا يعني تساعدني وأنتعلم أقب صار نشنو كلنا مع بعض نتعلم ونعلم بعض حلو فحلو صار الشيء صارت وصرت ما قمت أحب أن أكون أنا بوحي أحب غيري بعد يتعلمه ويبدأ فيه طبعا مشاهدين هذي فستان سويتها إيمان من دينار البحريني حين العيادة ما رح يقبلونها عادية يعني لازم تكون فيها ديزاين طيب إش كدر يأخذ منك وقت أنت يسوي باقة طوال مثل هذي أحين تقريبا سبوع سبوع حلو ونفس هذي فستان هذي ربع ساعة ربع ساعة ما شاء الله طيب ألحبنا نشوف نتحمي الساعة إيمان شون راح تسوي لنا شون النتيجة راح تتطلع ساعة يا الله يا وصير أكرا خبريني إيمان أنت طموحك في هذه المجالة وين تبقى 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 هذه المجالة؟ تبقى 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 شاية ميل طيب أحين كيف حصلت النتيجة؟ خميس خميس هذه بدايتي هذه بداية مع القميس يعني لماذا تكون كدر خديتي باك ثماني ما شاء الله قدرت ينجذت تسوينا إيمان طبعا أنت مبدع نفتخر فيك ونتمنى لكي التوفيق يعطيش ألف عافية شكرا للمشاهدة